هنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وبعد اختياره مركز تميز لزراعة نخاع العظم ماذا يقدم المركز وما هي أبرز خدماته العلاجية نظراً لامتلاك مركز أبوظبي للخلايا الجذعية للبنية التحتية المتطورة وتقديمه خدمة عالية الجودة لزرع نخاع العظم وزرع الخلايا الجذعية المكونة للدم وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية كل هذه العوامل أدت إلى اختياره كمركز تميز لزراعة نخاع العظم من قبل دائرة الصحة أبوظبي وسيقدم المركز مجموعة متكاملة ومتخصصة من الخدمات العلاجية من أبرز الخدمات التي يقدمها المركز أنه يجبع من البحث العلمي المتطور مع تطبيق البحث العلمي على المرضى هو زراعة الخلايا الجذعية أو بما يسمى الطب التجديدي المركز قام بأول عملية زراعة نخاع العظم في الإمارات في شهر سبع عشرين عشرين تأسيس المركز كان في 2019 ومن العمليات الرائدة التي قامها بها المركز قيامه بأول عملية زراعة نخاع لمرض التصلب اللويحي المتعدد كما يوفر برنامج زراعة نخاع العظم في إمارة أبوظبي منظومة شاملة ومتكاملة مصممة لتنفيذ الحلول المبتكرة والأبحاث المتقدمة والعلاج بالخلايا الجذعية مستقبلا يسعى المركز من خلال التجارب في الطب التجديدي وفي الخلايا الجذعية لإيجاد حلول الحلول في الأمراض المناعية داء السكري من النوع الأول مرض التصلب اللويحي سرطانات الدم والعلاج المناعي الذكي اللي يسمونه الكارتي اللي هو أخذ الخلايا المناعية من جسم المريض وهندستها وراثيا ونحطها في جسم المريض مرة ثانية لتحارب السرطان نفسه ومع إطلاق أول مركز تمييز متخصص في زراعة نخاع العظم تمضي إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وتعزيز التنافسية وكفاءة القطاع الصحي في الإمارة وللحديث أكثر حول اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركز تمييز لزراعة نخاع العظم في الإمارة نرحب في استوديو علوم الدار بسعادة هند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآة الرعاية الصحية دائرة الصحة أبوظبي مرحبا بك معنا في نشرة علوم الدار يا مرحبا بك أخي الله يسلم بداية الحابين نتعرف ما هو المقصود بمراكز التمييز وهمية هذا التخصص عندما يكون متميزا أو مركز متميز في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخ حامد على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية التي تتبنوها دائرة الصحة لرفع من مستوى الخدمات العلاجية المقدمة في الإمارة أما فيما يتعلق بمراكز التمييز فإن هذه المراكز تقدم خدمات تخصصية للأمراض الطبية التي تعتبر نوعا ما نادرة ومعقدة وصعبة تتطلب خبرات متميزة وكفاءات عالمية عالية الجودة فإن اليوم تكمن أهمية وجود مراكز التمييز نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة نعم كيف يتم اختيار مراكز التمييز هل هناك مثلا عناصر أساسية لتقييم هذه المنشاة الصحية نعم هناك عناصر أساسية لتقييم مراكز التمييز تتمحور حول المخرجات العلاجية والسريرية والنتائج من هذه المراكز بالإضافة إلى توفر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة والخبرات العالمية فضلا عن وجود الاعتمادات الدولية المعنية في هذا المجال والمدعومة ببرامج البحث العلمي والابتكار والتطوير هذا الجواب يقودني لمعرفة أدوار هذه المراكز في تعزيز تنافسية وكفاة القطاع الصحي إلى أي مدى ستساهم هذه المراكز بدور محوري وكفاء عالي مثلا نعم هذه المراكز سيكون لها دور فعال في برامج البحث والابتكار والتجارب السريرية وكذلك دعم التعليم الطبي المستمر للطلبة والدارسين في هذا المجال فضلا عن أنها راح توفر التخصصات والعلاجات والمسارات السريرية للأمراض النادرة والتي سوف تغني من تكبد عناء ومشقة البحث عن مثل هذه العلاجات في الدول والأقطار البعيدة اليوم ستصبح مراكز التميز وجهة للباحثين عن مثل هذا النوع من العلاج وكذلك وجهة للسياحة العلاجية لدعم التنافسية ووضع أبو ظبي على خارطة العالم في هذا المجال ما هي الخطط المستقبلية إذا صح التعبير في مثل هذه المراكز وانتشارها وأيضا تعميمها إذا صح التعبير بشكل أكبر نعم سنشهد خلال الفترة القادمة إن شاء الله إعلانات أخرى لمراكز تميز قادمة أهمها مركز تميز لجراحة القلب للكبار وكذلك مركز تميز لجراحة القلب للأطفال فضلا عن مراكز التميز الخاصة بالجلطات الدماغية وجراحة المخ والأعصاب والأمراض الطبية المعقدة التي تتطلب وجود مثل هذه الكفاءات والخبرات في الإمارة أتمنى لكم توفيق دوما شكرا لحضورك معنا في استوديو علوم الدار سعادة هند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشئة الرعاية الصحية بدائرة الصحة أبوظبي شكرا جزيلا لك شكرا